ده جوزي جميز الراجل اللي بقاله 3-4 مواسم هو أهم ورقة في نادي الزمالك بصراحة شديدة الزمالك لو غاب عنه أي لعب أي لعب لا يتأثر إلا واحد إلا واحد بشكل واضح وصريح زيزو لما بيغيب عن الزمالك الزمالك يتأثر ليس تقليلاً من البقية ولكن زيزو تأثيره الفني الهجومي الدفاعي المعنوي الشخصية خب بالك زيزو لقتي بيتعامل في الزمالك إنه قائد قائد في الفريق هوريك شوية تصور ممكن ما تكونش خدت بالك منها النهاردة لزيزو في المباراة تفسر الكلام ده ورين يلا يلا أعطونا الصور ممكن أبص ماشي يلا بنا ده زيزو جمع اللاعبين بعد بعد الهدف الأول هتصوري بعدها بيتكلم معاهم لماتش مخلص إحنا ليس ما خلصناش ركزوا تمام اللقطة دي سبت شوية بقى هنا لحظة اللقطة دي مهمة جدا جدا ممكن برضو في وقت المباراة ما تاخدش بالك منها ده كان انفراد او كرة خطيرة على محمد عواد واخر واحد في الملعب مع محمد عواد بيدافع هو زيزو شايل المسئولية شايل المسئولية هات اللي بعدها وعارف ياخد الكرة وعارف يدي المهاجم بتاع فريق دريمز والهجمة راحت على دريمز وزيزو انقذ الزمالك زيزو بعد الكرة بيشاول لكل اللعيبة وبيزع على اللعيبة ما كانتش وقت البوزيشن بتاعها والمكان البتاعها في مركزها ده شغل قائد هو على فكرة لو قائد داخل الجول انا ما اقل انا ما جيش انا هنا في الحتة دي دي مش حتتي خالص انا مش الزوم بتاعي انا مش الزوم اللي حطولي المدرب اكيد المدرب ما طلبش من زيزو انه بقى موجود في المكان ده بالمناسبة يعني بس زيزو لأ ان فيه صغرة ما حصلت وايحصل هجمة خطيرة على الزمالك ضرب لسبرينت وصل لحد محمد عواد احد دي العقلية ودايما بقول كده مش في الزمالك بس المفوض تبقى كل اللعيبة عندهم العقلية دي في كل اللعيبة اللي في مصر ليه زيزو محافظ على هذا السبات في المستوى بقى له ثلاث مواسم ليه عقلية واحد بيتمرض كويس واحد حتى فاكرين لقى قصة التعاقد والاحتراف والكلام ده كله ما خدتش منه وفدل يقدي بشكل كويس واحد ما عملش مشكلة مع لاعب واحد عنده قصور مثلا لو تفتكروا اول مجلس زمالك كان عنده قصور انه هو ما بيعرفش يسجل اهداف يعرف يصنى بس ما بيعرفش يسجل بقى اهداف الزمالك واحد بيشتغل بس على الخط كجناح خط ما بيشتغلش في العمق ما بيشتغلش انساءات بقى يعرف يخش منطقة الجزاء كتير ده شخص بيتطور من نفسه طول الوقت طول الوقت طول الوقت ضيف عليهم انه بقى شايل مسؤولية فرقة الزمالك ودي حاجة كبيرة جد ومش هاي حد يقدر يعملها وممكن عدهم لك على صحابة على ايد الواحدة تاريخهم في نادي الزمالك اللي قدروا يشينوا مسؤولية الفرقة